التدليلات التي يتعرض لها الصحفيون الإيرانيون تجاوزت حدود التقييد على الكلمة وطريقة التعبير ولم تستثن مزدوجي الجنسية من العملين في حقلي الصحافة أو الأعلام إذ شكل التركيز عليهم بشكل خاص مثار قلق لمنظمة مراسلون بلا حدود المنظمة الدولية كانت قد وجهت الأربعاء الماضي خطابا إلى قدة ستة دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة طالبتهم فيه بحماية الصحفيين الإيرانيين الذين يعيشون في بلدانهم وأحث النظام الإيراني على تأمين الحق الأساسي في الحصول على المعلومات وأشارت المنظمة إلى سيطرة النظام الإيراني على وسائل الإعلام المحلية في إيران والتي تمنع الصحفيين من تغطية الأحداث الكبرى مثل الاحتجاجات المناهضة للنظام التي بدأت في نوفمبر الماضي معتبرة وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تبث من أوروبا والولايات المتحدة تعد المصادر الإخبارية المستقلة الوحيدة للإيرانيين ولفتت المنظمة إلى أن النظام الإيراني رد على هذه الاحتجاجات والتغطية الدولية للأحداث في إيران بتصعيد تهديداته ضد الصحفيين في الخارج الذين يعملون في خدمات اللغة الفارسية لوسائل إعلام عالمية كبي بي سي وراديو فرنسا الدولية إضافة إلى وسائل الإعلام الإيرانية المستقلة في المنفى مثل شبكة إيران الدولية كما اتخذت التهديدات ضد الصحفيين الإيرانيين في الخارج شكل هجمات الكترونية وإهانات وتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتعرض صحفيون عاملون في وسائل إعلام إيرانية تبث من لندن للتهديد بالاختطاف في الشارع والعودة القصرية إلى إيران بحسب مراسلنا بلا حدود وبحسب حصيلة المنظمة تلقى حوالي 200 صحفي إيراني يعيشون خارج إيران رسائل مضايقة منهم حوالي 50 شخصا تلقوا تهديدات بالقتل داعية قدت البلدان إلى إدانة هذا السلوك الذي يهدد حرية الصحافة والدفاع عن الحق الأساسي في المعلومات وتؤفير الحماية للصحفيين ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا